معارضة مستمرة لاتفاق التجارة الحرة مع كندا من قبل منظمات بيئية وعمالية بينما كان من المفترض أن يوافق على نص الاتفاق وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي المجتمعين في اليكسنبور المفاوضة الأوروبية للشؤون التجارية أبدت تفاؤلا وقالت نحن نتحاور مع الحكومة البلجيكية ونأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبداها البرلمان الولوني البلجيكي الذي تتقاطع ملاحظاته مع ملاحظات بعض الدول الأعضاء والقرار النهائي سيتخذه المجلس الأوروبي حول الأسباب السياسية الكامنة وراء رفض البرلمان الولوني البلجيكي للاتفاق التجاري الحر مع كندا يورو نيوز سألت المفاوض الأوروبي السابق لشؤون التجارية كاريل دوغغت فقال الاتفاق رفض لأسباب سياسية داخلية ففي الجزء الولوني من بلجيكا يوجد حزب يسري متطرف صاعد يحصد شعبية ملحوظة وهم يريدون تجنب منح هذا الحزب نموا شعبيا في قمتهم المقبلة القادة الأوروبيون قد لا يحتاجون للإجماع بل للأكثرية من أجل المصادقة على اتفاق التجارة الحرة مع كندا ترجمة نانسي قنقر